موسيقى السلام عليكم معكم أحمد تمولي أنا اليوم إن شاء الله نحضروا لطريقة الانتقال في نظام الأهم أول حاجة عندنا الانتقال من السنة الأولى للسنة الثانية ليسونس تكون هذه الطريقة عادية يعني تحصل كل طالب على معدل سوداسي الأول والثاني عشرة فما فوق فهو يعتبر ناجح سواء في الدورة الاستدراكية أو بدونها عندنا الطالبان لم تحصلوش على المعدل في السوداسيين يعني هنا عندهم إمكانية إعادة السنة الثانية أو الانتقال بديون يعني لذات كيفاش ينتقلوه بديون؟ هذين نضحوها الأهم موسيقى الانتقال بديون من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسونس القانون يقول يجب على كل طالب أن يتحصل في سوداسي من السوداسيين على رصيد عشرين فما فوق وفي السوداسي الآخر على رصيد عشرة أو فما فوق يعني مجموع الرصيد السوداسي الأول والسوداسي الثاني هو ثلاثين لكن بشرط أن لا يقل في السوداسي على عشرين وأن لا يقل في السوداسي الآخر على عشرة يعني ما فعلن تكون عندك واحد وعشرين ساعة ما تقدش تطلع يكون عندك واحد وعشرين ثناش فأنت نجح بدون عندك مثلاً خمستاش خمستاش ما تنجحش رغم أن المجموع هو ثلاثين لأن الشرط يقول لك يجب أن يكون في سوداسي من السوداسيين عشرين رصيد فما فوق والسوداسي الآخر عشر رصيد فما فوق نحضروا شما عندها رصيد الرصيد هو رصيد المكتسب من مقياس طالب وتحصل عليه يعني مثلاً مدوه مقياس مدخل على المقاين رصيد تاعه هو سبعة مثلاً طالب يتحصل على معدل عشرة فما فوق في هذا المقياس فهو يتحصل أوتوماتيكياً على سبعة رصيد وهو رصيد الخاص ب هذا المقياس هذا الأرصيد نحتاجهم لكي ينتقل الطالب من السنة الأولى إلى ثانية بديون يعني بليدات ومثلاً عندنا طالب يتحصل على معدل عشرة فما فوق في سوداسيين من السوداسيين وعنده مثلاً مقياسين تحت المعدل يعني تحت العشرة أوتوماتيكياً يتحصل على رصيد ثلاثين وهو رصيد السوداسي الخامن لأنه لأهو عقود لأنه متحصل على معدل عشرة في هذا السوداسي بعد أن ينتقل طالب من السنة الأولى إلى السنة الثانية و ينتقل بديون ديون هذو كيفش يقراهم ولا كيفش يمتحن بهم ديون هذو مثلا عنده ديون سوداسي الأول مثلا مقياس المدخل أو مقياس المصطلحات نشوفوا المقايس اللي في هون كور و تيدي عم الموجهة والمحاضرة إذا كان متحصل على الكور و تيدي فهنا يجب أن يعيد الاثنين يعاود الكور و تيدي على رغم بأنه عنده النقطة تيدي في الكور ولكن تصبح سفر هي و تيدي و إذا كان متحصل على تيدي و مش متحصل على الكور و إذا كان متحصل على الكور ولكن تيدي تيو يبقى ثابت قبل 10 أو 11 أو 12 على حسابه و أضعه الأستاذ و اللي لم يمتحنوش في هذو الديون مثلا نقول لك باللي عندي تسعة عمليفات فمن جوش بسكو معدل تيدي يخرج ليون كومبونسين لعلى دويون إذا فتت اطلعت الديون كامل النقاط اللي تحت العشرة تصبح سفر يعني يجيب عليك إجتياز الامتحانات في فتراتها موسيقى 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 طالب كيفش ينتقل من السنة الثانية للسنة الثالثة كم أقول لكم دائما عدنا الطالب اللي يتحصل على معدل عشرة فما فوق فهو ناجح و بذلك ينتقل مباشرة إلى القسم الأعلى ولكن مثلا عدنا طالب ولا طالبا مثلا في السنة الثانية متحصلوش على معدل عشرة اللي يقول لك كيفش نطلعو للديون بش تطلع بديون من السنة الثانية لسنة الثالثة رحدك هؤلاءidir الشرط الرصيد وشرط المواد الأساسية رصيد يقول لك ل seجل لس punCS عن 되는ي aumento يعني متحصل على سنة الأولى تكون صعفيا معن معنش فيها بيهنالدويون والسنة الثانية تكون متحصل على سوداسي ومتحصل على مواد الاساسية عالى المواد الأساسية اللي في السنة الثانية يعني مثلاً تكون عندك المعودة الأساسية تحت المعدل يعني تحت العشرة وما تخدش تطلع بديون تعتبر موعيد هذا هو القانون وهذا الشرط الموجود للانتقال بديون من سنة ثانية إلى سنة ثالثة نعودون نحكيه على طريقة حساب المعدلات ولا طريقة الانتقال بالمعدل نحن عدنا في الليسونس الليسونس عندنا السوداسي الأول يعود السوداسي الثاني يعني طالما مثلاً متحصل على 12 معدل في السوداسي الأول ومتحصل على معدل ثمانية في السوداسي الثاني ما يحتاج يعني الرترابواج يحتاج دورة استدراكية لخطاش 12 زائد ثمانية فتطين 20 عشرين تقسيم فنين هي عشرة المعدل العام حي يكون عندك عشرة وبذلك تعتبر ناجح برصيد ستين وهو رصيد سنة كاملة مباشرةً تنتقل إلى السنة المؤمنة مثلاً في سنة ثانية حقوق عندنا معاملات السوداسي الثالث هم عشرة ومجموعة معاملات السوداسي الرابع هم تسعة هنا طريقة حساب السوداسي الثالث مع الرابع تكملين نقوم بضرب معدل السوداسي الثالث في مجموعة معاملات السوداسي واللي هي عشرة زائد معدل السوداسي الرابع في مجموعة معاملات واللي هو تسعة والمجموعة اللي ينتحصلوا عليه نقسموه على مجموعة معاملات السوداسية وهو مع عشرة زائد تسعة لتعطينا تسعة عشرة إذا خرج لك المعدل تاك عشرة فعما فوق فأنت ناجح دون الاحتياج إلى دورة استدراكية وما تحتاج بش تفكع اسكو نطلعب ديون أولاء واحد سنة حاجة أحد أخرى الكثير من طلبة كانوا يستقصون عليها يقول لك مثلا أنا لديت معدل 12 أو معدل 11 وعندي مقياس دستوري ولا مقياس فلاني ولا مقياس فلاني تحت المعدل يقول لك الأساتير يقولون أن لازم تدخل وراء طلبة شبما يبقى لكم ش ديون بالعكس كما قلت وضحت مقبل سيستام ألملي لفاتلي الطالب يتحصل على معدل 10 فعما فوق فهو ناجح ويتحصل على جميع أرصيدات تلك السوداسي أو العام كامل إذا كان مجموع إذا كان مجموع المعدلات سوداسي كامل طريقة الانتقال في الماستر الماستر كل سوداسي يحسب على حدة يعني ما كانش تعوض بين سوداسيين مثلا نجيب في سوداسي 12 معدل سوداسي ثاني 9 فأنت هون مؤيد أو تحتاج إلى دورة استدراكية في سوداسي الثاني لأن الماستر كل سوداسي يحسب على حدة ما كانش تعويضات كيمة ليسانس بخصوص الأسئلة اللي متروحة بزاف على الراشة هي الإنقاذ الراشة هذي ما هيش موجودة في السيستام عندي يعني ما هيش مقننة ما هيش مفروضة ولا واجب على الإدارة يعني الإدارة تدير هذه الراشة باش تنقص نسبة المعيدين ونسبة الطلبة اللي حي يضيعوا هذه السانة الراشة الإنقاذ الإنقاذ هذا الإدارة تعتمد على عدة شروط يعني كل عام وكل مرة كيف تكون شروط الإدارة وأهم الشرط اللي تعتمد على الإدارة هو المجلس التأذيبي يعني يجب الطالب ما يكونش عنده مجلس تأذيبي في ذلك السانة اللي يحوس ينقذ فيها والإنقاذ خاصة في كلية الحقوق المسياسية بجامعتنا لونيس يليل تكون فيها نوعات تكون راشة اللي تنقذك مباشرة يعني تولي تطلع للسنة المقبلة صافي دون دويون وكان النوع الثاني هو تنتقل للسنة المقبلة بدويون وهذو اللي يطلعوا بدويون هم خاصة طالبان يم يكونش موفين الشروط مثل تكون عنده 15 في السوداسي الأول و 15 في السوداسي ثاني تكون عنده 16 في السوداسي مثلا و 14 يعني هذو الطالبان يم يكونش عندهم شروط الانتقال بدويون الراشة تساعدهم وتعطيهم فرصة باش يطلعوا بدويون دون أن يعيدوا السعمة يعني الراشة متقدش تعرف كيفاش تكون و المعدل اللي يكون بها يعني كل عام تحدد من طرف الإدارة بعد اجتمال و تحدد الراشة في سبطاندر شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اي اسئلة او استثارة تنوانا بتعليق نحاول ان نجرب على جميع اسئلة تبعكم شكرا لكم شكرا لكم